ولهذا أنا عندي جواب على سؤال تلقيت من الأخ العزيز الإعلامي والمستشار السياسي الكويت الأستاذ مساعد المغنم اللي اتصل بيه هاتفيا قبل يومين وناقل انتحيات أهلنا في دولة الكويت وكذلك معالي وزير الإعلام الكويتي واللي أنا حقيقة أردرد على تساؤلهم سيد عبد الرحمن بداح المطيري اللي هو وزير الإعلام الكويتي الشقيق فألأ أردأ أوجه التحية للأخ عبد الرحمن بداح المطيري معالي وزير الإعلام الكويتي وللأخ المستشار السياسي الأستاذ مساعد المغنم صورة الأستاذ مساعد المغنم اللي سألني سؤال قال لي احنا ندعوك أن تشارك في برنامج لتقديم رؤية العراق فأنا أجبت وجواب رح أقوله على هوا الآن قلت لهم أنا كلامي على هوا صورة وصوت يعني أعتذر أني لا أشارك في الحوارات وأنا بالفعل أرفض أن أظهر بأي برنامج حواري أو أي لقاء إحنا الآن هذا جواب لأهلي وأشقائي في دولة الكويت أول شيء بعد التحية لكم وللمقام السامي سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله أعزه نحن نعول على ما يتم من خطوات يتخذها سمو أمير دولة الكويت والأخ رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيعة السوداني لنجمع كل خطواتنا بخطوات حقيقية لا نقول لتصفير الأزمات أو تصفير الملفات الموجودة بيننا وبين أشقائنا بدولة كويت ولكن لإيجاد رؤية تمنع من يحاول أن يستغلها للتأثير على الرأي العام الكويتي أو الرأي العام العراقي أنا أؤكد مرة أخرى بأن ألف ساعة حوار أفضل من أي ساعة خصام لأن لا أحوالنا تستحمل خلاف ولا أي خير بينا يسعى إلى خلاف إحنا نبقى أشقاء نبقى أخوة نبقى خالب نخط نبقى ما يجمعنا أكثر بكثير مما فرقنا نبقى أنه الماضي كان بظروفة سلبية بعد غزل الكويت عام 1990 تبعاته مؤلمة على أشقائنا في دولة الكويت وعلينا في العراق ورحم الله الشهداء الذين راحوا جريرة هذا الغزو في عام 1990 من البلدين الجارين وبالتالي أنا أطمح أن تعزز العلاقات بخطوات إيجابية تبدأ من على مستوى السفراء أنا أسجلها لله ومن ثم للتاريخ لا سفيرنا في دولة الكويت ولا سفير دولة الكويت في العراق إلى ذاك التفاعل الإيجابي مع المواطنين مثل ما نشوفه من السفراء آخرين يعمل السفير البريطاني يسوي لبرنامج ويفتر بشوارع بغداد والسفير الياباني الأسبق تتذكرون ما يسوي والأسف لا سفيرنا في دولة الكويت مع الاحترام والاحتزاز إلى كشخصية دبلوماسية راقية شفنا بهذا التفاعل وأكو تقصير إعلامي بالإشارة إلى دورة ولا سفير دولة الكويت في العراق أيضا للأسف تقصير في التعامل والتعاون علينا أن نجمع علينا أن نكون متحابين أن نقرب ما يجمعنا وأشقائنا في دولة الكويت أكثر بكثير مما يجمعنا مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة وعلى مستوى آخر أنا أقول التعاون الاقتصادي مطلوب بيننا وبين أشقائنا ميناء مبارك الكبير هو استحقاق لأهلنا في دولة الكويت وميناء الفاو الكبير هو استحقاق إنا لأبناء شعبنا العراقي لكن نجد حلو إذا يصير التعاون لأن تتوجه الدول إلى التعاون الاقتصادي والتكامل ياريت يصير التكامل ياريت يصير لجال مشتركة ياريت يستمر هذا التعاون بخطوات بلموسة أن نستغل كل يوم أن نستثمر كل يوم لهذا التعاون هذا جوابي وهذا تأكيدي حتى نقطع الطريق على كل واحد ينفلس لأنه ينفلسيش يدورون يدوروا يهاجم دولة الكويت وأشقائنا الكويت حتى يسوي لجمهور افتراضي بالفيسبوك أو تويتر مثل ما البعض يسوي لجمهور افتراضي بهاجمة أهلنا في قليب كردستان حتى يسوي لجمهور افتراضي لكن هذا أقولها وقلتها هذا مثل ملح الفوار تحطه بالماء يفور لكن اسبر لنص دقيقة ينتهي موع فيك خلاص يذوب فالله يجمع إن شاء الله بين النوايا الصافية وتحياتي أخرى مرة أخرى الأخير مساعد المغنم وأنا أشكر وأرجع أن يتقبل اعتذاري أنا والله ما أظهر بالحوارات لكن هذا جوابي لكم مع محبتي واحترامي لكم والإشقائنا في دولة الكويت الشقيق